أنا كنت منسجماً مع طروحات الشباب الثائر على النظام السياسي كنت منسجم بشكل كبير كنت مدافع عنهم كنت أقف معهم وكعادة النظام السياسي أن يتهم هذا النشاط الثوري الكبير الذي عارضه وكاد يسقطه أن يتهمه بشدة التهم أن يتهم عدنان الزرفي أنا لست مسؤولاً وبشكل مطلق وأقولها من الآن إلى أن أموت لست مسؤولاً عن حرق مرقد الحكيم ولست مسؤولاً عن حرق القنصلية الإيرانية ومن حرق هذه الأماكن النظام السياسي يعرفه تماماً يعرف هذه الجهات ويعرف الأهداف التي تبتغيها هذه الجهات من حرق هذه المؤسسات منذ لعب كبير في تشرين لعب من القوى السياسية ولعب من أجندات أخرى حاولت تغطية على هذا النشاط الاجتماعي المجتمعي الكبير بأمور أخرى ممكن تكشف الخطة يعني؟ المجتمع إلى قضايا أخرى ممكن تكشف لي ياها أستاذ عدنان؟ من المسؤول؟ ممكن تكشف لي بعد أعماق؟ يعني نحن تشرين لو نحشى عليها بعد عشر سنوات؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن أسماء لا نتحدث عنه أنا لا أريد أن أتحدث عن أسماء سنوات عدنان لكن أقول لك بشكل عام الهدف يعني شباب النجف منعوا العديد من المتظاهرين المؤدلجين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى المدينة القديمة والتظاهر عند أبواب المراجع الكرام كنا صارمين وجاددين في منعهم ودخلنا مشاكل كثيرة ودخل الشباب النجف في مشاكل كثيرة مع هؤلاء المتظاهرين المندسين الذين حاولوا حرف التظاهرات وبالتالي عندما فشلوا في دخول المدينة القديمة حاولوا دخل المتظاهرين